والكتاب المقدس في العهد القديم أظهر بشاعة الخطية ودينونة الخطية في نفس الوقت ولسيما اللي اتزوجوا أكتر من مرأة كانت بيوتهم محطمة حتى سليمان الحكيم فقد حكمته وأملنا وأزغنا قلبه وابتدأ روح وراء آلهة غريبة إلا أنه في آخر حياته طبعا تاب ورجع إلى الرب الكتاب يتكلم عن عواقب الزواج بأكثر من مرأة فمن البداية الرب صرح أنه رجل وامرأة الاثنين جسد واحد لم يقل نساء ولم يقل رجل ورجل أو امرأة مع امرأة وضح أنه رجل وامرأة وهذا هو الترتيب الإلهي والنظام الإلهي والكتاب المقدس خلينا أتكلم عن أربع أمور الكتاب المقدس في العبرانيين صحاح 13 بقول والمتجع غير نجس يعني ليكن كل واحد امرأته والمتجع غير نجس ليه الرب عم بقدس هذا الزواج لعدة أسباب واحد لأن الله هو اللي أسس نظام الزواج هو اللي قال ليس جيد أن يكون آدم وحده أصنع له معين نظيره وفعلا أوقع سبات على آدم وأخذ ضلع من جنب آدم وبناها وجبلها وأحضر حواء لآدم قال هذه امرأة من امرئ أخذت عظم من عظم ولحم من لحم فإذن الرب هو المهندس هو المؤسس هذا الزواج الشيء الثاني في رسالة ملاخي النبي ملاخي في الصحة 2 بيتكلم أن الزواج عهد وليس عقد مش مجرد كنتراكو كنتراكو بتحط إيدك في إيد واحد وخلاص تتفق مع واحد ابنك لابنتي أو بنتي لابنك وهكذا لا لا عهد زواج مقدس من طرف إلهي الله هو الشاهد على هذا الزواج والسبب الثالث أن المسيح بارك هذا الزواج وقدس هذا الزواج بزيارته لعرس قانا الجليل حضور يسوع ووجود يسوع في قانا الجليل هو تقديس وتكريم لهذا الزواج والشيء الرابع أحبائي بولوس بيتكلم عن هذا الزواج سر عظيم لما بيتكلم عن النساء يخضعنا لرجالهن والرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجله يعني الرجل بيحب امراته إلى درجة التضحية فإذن هذا السر عظيم من نحو الكنيسة فبيتكلم أنه الكنيسة هي عروس المسيح وهذا السر من الأسرار الإلهية لأجل هذا الزواج مقدس إخوتي وأخواتي ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل اشتركوا في القناة